السلام عليكم، معكم بدر من GameTech واليوم معنا جوال هواوي من الفئة المتوسطة ال-Y6P حجم الشاشة 6.3 إنش من نوع IPS LCD وتستحوض تقريباً على 81% من واجهة الجهاز ودقة الشاشة HD Plus الجهاز يأتي بمعالج MediaTek MT6762R Helio P22-80W وداء الجهاز جيد ومناسب للأشخاص اللي استخدامهم متوسط أو يستخدموه كجهاز ثانوي الجوال يأتي برام 3 جيجا بايت وداكرة داخلية 64 جيجا وتقدر تضيف داكرة خارجية إلى 512 جيجا وهذا الشيء ممتاز على الجهاز بهذا السعر والحلو إنه يدعم شريحتين بنفس الوقت والبصمة تيجي بالخلف واستجابتها سريعة كالعادة الجهاز يجي بثلاث كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل والعريضة 5 ميجا بيكسل والخاصة بالعزل 2 ميجا بيكسل وتدعم الذكاء الاصطناعي وتدعم التصوير للفيديو لدقة Full HD 32 إطار بالثانية والكاميرا أمامية دقة 8 ميجا بيكسل وتدعم كمان تصوير Full HD 32 إطار بالثانية الجهاز عريض نوعا ما وهذا بفضل البطارية الضخمة الموجودة فيه واللي توصل ل5000 ميلي أمبير ومشاء الله البطارية ما تخلص بسهولة يعني ممكن الجوال يمشيك يومين بالراحة مع الاستخدام وممكن يكفيك أكثر إذا استخدامك خفيف وتقدر تشحن أجهزة ثانية من خلال جوالك وتستخدمه كأنه شاحن متنقل من خلال قطعة OTG الشي اللي ما عجبني أنه الجهاز ما يدعم الشحن السريع ويدعم فقط إلى 10 واط وبالأسفل يجي مدخل سماعة ومدخل مايكرو يو اس بي وسبيكر واحد وصوتها جيد الجهاز يجي بنظام أندرويد 10 وأحب أذكركم أن الجهاز يجي بدون خدمات جوجل ولكن تقدر تستخدم متجر هواوي اللي صار فيه مجموعة كبيرة جدا من التطبيقات المهمة مثل أغلب تطبيقات البنوك وسناب شات وتيك توك وأبشر وهنجري ستيشن وجرير وأكثر وإذا فيه تطبيقات ما لقيتها بالمتجر ممكن تحمل تطبيق رهيب اسمه F-Finder من متجر هواوي واللي بتلاقي فيه تطبيقات كثيرة مثل PUBG وتويتر وفيسبوك وأكثر سعر الجهاز 549 ريال ومع الطلب تحصل على هدايا بحطها لكم أسفل الفيديو